اهلا وسهلا بيكو يا اصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناة اطفالنا حياتنا حلقة تعليم الوضوء الصحيح للاطفال وزي يا اصدقائي ما تعلمنا مع بعض ازاي نصلي بطريقة صحيحة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وتعلمنا مع بعض ايه هم اركان الايمان وعرفنا ايه هم اركان الاسلام وكم عددهم هنتعلم مع بعض ازاي نتوضى بطريقة صحيحة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا اصدقائي لابد من وجود النية قبل الوضوء للصلاة ثم نسمي باسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نتوضى وبعدين يا اصدقائي هنبدأ مع بعض الوضوء اول حاجة يا اصدقائي هنخسل ايدينا ثلاث مرات وطبعا يا اصدقائي عارفين ان احنا بنتدي بالايدي اليوم يعني بنبتدي بالايدينا اليمين وبعدين ايدينا الشمال ونخسلها كويس جدا جدا وندخل المياه ما بين صوبعنا تاني حاجة يا اصدقائي بنتمضمط ثلاث مرات وبنتمضمط كويس جدا جدا وندخل المياه جواة في بقينة كويس ونتمضمط كويس تالت حكا يا أصدقائي بنستنشق تلات مرات يعني بندخل المياه في أنفنا ونطلعها وننطف كويس جدا أنفنا وبرضه تلات مرات وكل ده بنعمله بايه؟ بأيدينا اليمين بعد كده يا أصدقائي بنخسل وشينا تلات مرات وبنخسل وشينا كويس جدا من عند راسنا من عند شعرنا من فوق لحد دقننا من تحت وبعد كده يا أصدقائي بنخسل دراعنا من عند كف قدينا لحد دقنا بنبتدي باليمين وبعدين الشمال ولكل دراع تلات مرات وبعدين بنمسح على شعرنا مرة واحدة وبعدين بنمسح على ودننا مرة واحدة كمان وبعدين بنخسل رجلينا اليمين الأول تلات مرات وبعدين رجلينا الشمال تلات مرات وبكده يا أصدقائي نكون عارفنا إزاي نتوضى بطريقة صحيحة وبسيطة ونتعلم مع بعض الوضوء والصلاة وأركان الإيمان وأركان الإسلام وننفذهم في حياتنا وما تنسوش يا أصدقائي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكمان تعملوا لايك للفيديو وتشاركوا مع أصحابكو علشان يستفيدوا هم كمان وهستناكوا في حلقة جديدة يا أصدقائي هنتعلم مع بعض حاجات كتير حلوة مع قناة أطفالنا حياتنا هنستفيدوا هنتعلم طول الوقت كيف إستفيدوا هاتجا؟ يارديك أنت تعملوا هدية اكتري في انق تحل queries هاتجا هاتجية